معكم بلا حسن قرومي جي فانتو من ويد بومرداس ممثل ومصراحي وتلفزيوني صاعد وصالعي محتوى عضو في فرقة تعاونية مصرح السخرة السوداء لي ويد بومرداس وقتش تكوونت الفرقة؟ تكوونت الفرقة هذه ما قديمة برك كل خطرين يدخل قلوب جديد وقتش تنظمت لهذا الفرقة؟ أنا انضمت في جنويل في دوميلفا دوميلفا جنويل انضمت لهذا الفرقة مع عجبني الحال كنت مع المخرج والممثل للمصراحية فوزي بايت اللي شفنا اطلالته كثير في المصراح نهديه تحية بمناسبة بو عجبني الحال في ري بي تي سي وتاعو كيفاش يطلعوا العروض المصراحية وصاماش كان عندي عرض مصراحي معها مقبل عرض مصراحي بعنوان قلوب جميدة والحمد لله العرض مصراحي هذا نال إعجاب بالجمهور ورانا في العرض مصراحي جديد هذا عرض مصراحي موجه للأطفال بعنوان عربة الأصدقاء تعرفوا هل سيدة لأوقتش تحقتي بهذه الفرقة؟ كيكون صغيرة كنت نحب بزاف المصراح قلت لها ماما دخليني مصراح قلت لها ماما دخليني مصراح قلت لها ماما دخليني مصراح قلت لها ماما حوصت وقلت في دار شباب سنابي ساعد اللي استقبلنا أم وفوزي بايت ووصلني لي أعلمني المصراح هل عندك مني نظميتي ليهم؟ أعلمني أم وفوزي أنه نديد ثقة في نفسي أنك تقبل جمهور أنه ما نحشو قدم الجمهور كي نهدر نهدر نغمال كي ما حبيتك لا واضح تقبل جمهور مع الأول كانت مستريسية شوية كي كانت معنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهذا العرض المصراحي الجديد ماذا تعرفون به أكتر؟ هي مصراحية بالنوع بورونفو مصراحي موجه للأطفال تحكي هي عربة الأصدقاء على عربة أنا كانت أدوار رئيسية الدور ثاقيف والدور قنيديس والدور مورجانا أنا الدورتهاي اسمه ثاقيف لأنا كنت في مؤسسة تربوية تعلمت جميع الألعاب والأنشيطة الثقافية وكوينت عربة ونضم أصدقائي لهذه العربة وهذه العربة زعما نشرحوا بها المناطق النائية ندروا عروض مصراحية نقدموا عروض مصراحية المناطق ليما فيها شر المصراح كما المناطق في الجبل للفوق نقدمونا عروض مصراحية وهذه الدورتها أحكي لهم عن الدورتها نوتعي حاكيمة طفلة مشتهدة في الدراسة أستاذة تحدث هال راحوا لتيبازة باش يشوفوا الأثار الرومانية تحب الفراشة هذه حاكيمة اسمها حاكيمة شخصية رأيت فراشة وحتى تبعتها وحتى تبعتها وكي كنت في الغابر خرجوا لها زجاء عرائس وحد يدير الخير وحد يدير الشر دورتها عرائسة ندير الخير والزميل الذي هو زكرياح ما درسنا يدير الشر في دور قنية نكون عرائسة ومن بعد هذه تكون خايفة تمنى أمنيا 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 سحارة التي هي البيحية التي كانت معنا رحمة حموش نهديتها بمناسبة معنا في العرض العرض المسرح في خمسة وخمتين دقيقة أمنيا فقط وحفظت 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 شرح و تقصصت وتزمائي كل مرة نذهب وتركوا معهم مع أسدقائي وهي الiezaلاً بالحدثي لم أكن من حفظы وقدروا أول عرض أمام الجمهور نعم 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 وقدروا العرض الشرافي وقدروا نعم في بلدي الزموري في أول مرة عدت المجمهور كيف كان شعارك سيدرة؟ نعم نعم خفت قليلاً